كما اتفقنا أن رسالة كرونسوس الأولى متقسمة كيف تفكرون؟ ها؟ ها؟ إنشققات هذه البداية التي تحدثنا عنها. لكن التأسيم الكبير للرسالة مشاكل وأسئلة. ليس ذلك؟ من واحد إلى ستة مشاكل في الكنيسة يتعامل معها بخديس بولوز الرسول وأسئلة تسألها. لذلك يبدأ الجزء من الأسئلة أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها. النهاردة مثلاً سيأخذ دفاع الزواج والباتولية. أما من جهة ما زبح الأوسان أما من جهة. من جهة دي معنى إيه؟ أنتوا سألتوني بقى السؤال الثاني عن كذا. طب أنا سأقول لكم وهكذا. فنحن دائماً بنحاول إيه؟ معناش بالضبط السؤال كان إيه؟ أما من جهة ما زبح الأوسان. طب هما سألوه بالضبط إيه؟ زي ما قلنا مبارح أنا أشرت كده بسرعة لكن الأسئلة ممكن تكون كالقاتي. أنا جاري وسني. قال لي تعالى زورني. قدم لي لحمة. أكل أو لا أكلش. أسأله. لا لسه لا يضعب بالسهولة كده. قوله أسأله كلام كده. طب أكل أو لا أكلش. طب أسأله أو لا أسألش. أقول له أخبار اللحمة دي مدبوحة حلال أو لا. ما الذي أفعله؟ طيب أنا وضعي في الكنيسة. أنا شخص يعني بقالي كثير في الإيمان. طبعا ولو إن كثير في الإيمان دي يعني لسه حاجة حديثة. مهما كان بس يعني أنا مثلا شخص لي أخادم في الكنيسة. أنا شماس في الكنيسة. طيب حد شتاني شفني باكل من لحمة من غير مسأل. سيحس بإيه؟ وهكذا. ما هو الأسئلة. أنا أقول دي الأسئلة اللي إيه؟ طب أنا شخص غالبان لسه بادي في الإيمان. أشوف أكل لما أكل شوش. لو شفت أحد بيأكل أعمل إيه؟ إلى آخره. أسئلة كلها من إيه؟ غالبا شبه كده يعني. نحن بنكتهد يعني في نحن نتخيل إيه هي الأسئلة. فدي الأسئلة أتخيل أنها نتبعت لبولوس الرسول. طب بولوس يرد إزاي؟ بولوس يرد إزاي؟ إحنا تاني بنشوف سياق الكلام. الكلام نفسه ماشي إزاي؟ فحنشوف كده بولوس قال إيه؟ نتفقنا دي تأسيمة الرسالة. دي المشكلات، الانشغقات، الانحرافات الأخلاقية في الكنيسة. دي أنا أتكلم عنها بكرة. والإصحاح السادس، اللجوء للمحاكم المدينية وتحذير من الزنا. وبعدين الأسئلة اللي وجهت لي. الزواج والبتولية، أكل مزبح الأوسان، مبادئ في العبادة، أعشاء الرب، المواهب الروحية، القيامة والختام الصح 16. نحن ناخد أكل مزبح الأوسان، وبعد شوية في الكلمة اللي بعدها، هناخد المواهب الروحية. دول ثلاث إصححات، ودول ثلاث إصححات. طيب، الأول قبل ما نخش في النص، بولوس جاوب إزاي؟ أول حاجة عملها، أن نضع مبادئ أولانية، قال، هحط لكم شوية إيه؟ أساسيات، دي من واحد لستة، حط شوية كده إيه؟ فاكتس، واحد دورة تانية، وبعدين، ابتدى يتكلم عن، أنت ممكن تعرف حقائق مظبوطة، لكن هناك شيء تاني يجب أن تفكر فيها، أن أنت مسؤول عن الأخريين، فلا تعصرهم، فابتدى يتكلم عن العلم والعثرة، يعني، أنا شايف أني أعمل هذه الأشياء صحة، ونحدش له عندي شيء، ولو في حد تاني، هيتعب، أضعه في أطواري، هنشوف هيقول لإيه؟ وبعدين، إصحح تسعى ده كله، ده من أشهر الإصححات عن الخدمة، لا أقول لكم كم مرّة تكلمنا فيه، وكم مرّة سمعنا فيه، من وإحنا خدام في أعداد خدمة، إصحح تسعى ده، ووغدين على أن إصحح هذا الخدمة، هو بيقول إيه؟ هو بيقول أنا كمان، كان فيه حاجات من حقي، وقلت أنا هتنازل عنها، عشان إيه؟ ما عصرش حد، فالإصحح تسعى ده، جوه السياق، يعني لو خدت لوحده درس جميل في الخدمة، لكن هو حطه بيتكلم فيه ليه، مش يقول إيه، يلا عايز أكلمكم بقى عن الخدمة، لا لا لا، هو بيقول إيه؟ هو بيقول إنه، أنت ممكن تنازل عن حاجة من حقك، عشان ما تعصيرش حد، ده أنا نفسي، كان من حقي، أنه كنت تصرفوا على خدمتي، وأنا تنزلت عن ده، فإصحح تسعى أبارة عن إيه، بيقدن نفسه مثال لده، وبعدين الإصحح العاشر، ابتدأ يقول إيه، إن عبادة الأوسان وحشة طبعا، أنا مش بقول، مش بنتكلم في دي، دي حقيق برضو، إنما، وتزباح الأوسان عبادة للشطاء، لكن إنتوا تعملوا إيه؟ قال إنتوا أي حاجة تعملوها، تعملوها المجد الله، إن كنتم تأكرون أو تشربون، دي نتائج الاستنتاجات، اللي حيقولها في الآخر الإصحح العاشر، تأخذين بالكو، فهمين هو رد إزاي؟ حط مبادئ، وبعدين، اتكلم عن العلم والعصرة، وبعدين، إدى نفسه مثال، وبعدين، قال إعبادة الشيطان والأوسان وحشة، لكن، إنت بقى تتصرف إزاي؟ إنك تعمل كل شيء لمجد الله، يعني، كالت تاكل لمجد الله، ما كالتش لمجد الله، كل حاجة تعملها لإيه؟ لمجد الله، فكرة اللي جاوب بيها على السؤال، الثالث أسحات دول، يعني، أعتقد أنهم، يعني، اللطاف قوي، فإن إحنا، نشوف بولوس، حط، يعني، إجابة للسؤال ده إزاي، أو الأسئلة دي، أما من جهة، ما زبح الأوسان، فنعلم، أنا لجي معانا علما، إحنا كلنا، عندنا معرفة، عندنا معرفة، معرفة هنا مقصود بيها، العلمة، مش مقصود بيه، العلمة هنا مقصود بيه، عندي معرفة إيمانية، إيه صح وإيه غلط، العلم ينفخ، ولكن المحبة تبني، إيه علاقة العلم ينفخ، المحبة تبني، دايما الناس يستخدموا الآية دي في اللاهوت، بتوع اللاهوت ده، بتوع العلم ودون، لا لا، هو هنا بيقول إيه، بيقول أنت ممكن تبقى عارف أنه، وحيحط أقولها بعد شوية، ممكن تبقى عارف مثلا أنه، ما فيش حاجة اسمها، اللحمة ما تفرقش، أنا حاكله خلاص، لكن، لكن لازم تفكر في المحبة، لأن أنا ممكن أكل، وقول أنا مالي، اللي جنبي ده هيعصر، دي مشكلته، مش مشكلتي، أنا مالي بيه، دي فكرة موجودة عن، يعني بالذات في المجتمع الغربي، في الغربي أنا إيه، أنا مش مسؤول هو يبص إزاي، يفهم إزاي، يفكر إزاي، دي مشكلته، لأنه مجتمع قايم على إيه، على الفردية، مجتمع قايم على الفردية، أكثر ما يميز الثقافة الغربية والغربيين، اللي بيقولوا كده، هو الفردية، لكن الكنيسة مش كده، الكنيسة جسد واحد، فأنا مسؤول عن جماعة مؤمنين، جسد المسيح، فإحنا مسؤولين عن بعض، عشان كده، لو أنت فاهم حاجة صح وبتعملها، لكن فكرت في المحبة، سلوكي، دي فكرة العسرة مثلا، العسرة تنفع مع، الاحتشام في اللبس، تنفع مع كل حاجة، الخادم المسؤول أنه، ممكن فيه حاجة صحة، مش غلط انه يعملها، لكن ما يعملهاش، ليه؟ لأنه ممكن الناس لو شفيتها، تعصر فيه، مش غلط، هو بيتنزلش عن حاجة غلط، هو بيتنزل عن حاجة صح، لكن مستعد انه يتنزل عنها من أجل إيه؟ فعشان كده، أول إيه؟ أول مبدأ حطه، نحن انتفقنا الجزء، اسمه مبادئ، أول مبدأ، العلم ينفقوا المحبة تابنة، إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا، فإنه لم يعرف شيئا بعد، كما يجب أن يعرف، يعني أيضا، اللي في الشايف نفسه عارف حاجة، دعنا نكون إيه؟ يعرفت، قدي إيه من الحقيقة، ولا حاجة، ما يحدش إيه، إحنا كلنا إيه؟ غلابة، طب، مبدأ ثاني، ولكن، إن كان أحد يحب الله، فهذا معروف عنده، اللي يحدد قيمة معرفتي، أن أنا أحب ربنا، الأقضاء مش إن نعرف حاجات عن ربنا، أنا ممكن أقف أقول أحسن وعزاته، أجب وأستشهد بأعظم الكتب، وأجيب من قبائي الكنيسة، ما ديش محب، يعني، بنشوف ناس على الفيسبوك مثلا، يعودوا يتكلموا عن الإيمان، والمش عارف إيه، وبطريقة لا يمكن تكون تفرح المسيح، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، يستحيل تكون أنها تفرح المسيح، مش ده الإيمان، مش ده الإيمان، مهم إن إحنا جدا، وفيه أغلاء إيه عندنا من إيماننا، لكن هل معناها إن أنا، إن أنا أدافعاً إيماني بطريقة فيها إيه، مش فتناش كده حتى الأباء لما دفعوا الإيمان، ده كانوا يبعت، قديس كرولوس لم يبعت لنا سطور، يندي بألقاب إيه، بألقاب يعني لائقة جدا، مختلف في الإيمان، ويحرمه، لكن في نفس الوقت، مش معناها إنه يتكلم بطريقة مش مقبولة، عشان كده، إن كان أحد يحب الله، فهذا معروف عنده، فمن جهة أكل ما زبح للأوسان، نعلم أنه ليس وسن في العالم، وأن ليس إله أخر إلا واحد، لأنه إن وجد ما يسمى إليها، سواء كان نعليش نظارة، وأن وجد ما يسمى إليها، سواء كان في السماء أو على الأرض، كان يوجد إليها كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، أنه يوجد إليها جميع الأشياء، ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح، الذي بيه جميع الأشياء، ونحن به، لا يوجد إليها، لا يوجد إليها أوسان، لا يوجد إليها أوسان، لو أن هذه صناعة الإنسان، فلا يوجد إليها، وحتى إليها كثيرون، لأننا نعرف أن هناك إله واحد، على فكرة، هناك إليها كثيرون، مرة رحت أزور شاب حبيبي، كان جدته شهود يهو، وعجيب أن هي الستة الكبيرة التي كانت شهود يهو، فقال لي زورها، فرحت أنا مش مرتب خالص أن أنا أخش في جدل، أنا كنت رايح أقدم محبة، فرحت لقيتها جايبة غالباً وحد من الكنيسة بتوعي شهود يهو، يعني القادة، أنا أيضا ما فتحت أي موضوعات، اللعبة جداً، وهو قل لي، نحن متفقين أن المرجع بنا هو الإنجيل، قالت له لا، يعني أول شيء، أنا فهمت من أن أخذ؟ إنه فهمتني أنه.. ذهبت الذي قال لي، نحن متفقين المرجع بنا الإنجيل، قلت له لا، قال لي كيف؟ لأن الانجيل فيهمنا كيف؟ أنا لا أستطيع اخذ الإنجيل لواحده، لو أخذ الإنجيل لواحده، هذا الإنجيل، كتاب الكنيسة، فهمته كيف؟ كنيسة عشته كيف؟ فهو يقول لي قليها كثيرون لأن المسيح مش إله بس ده نص ونص. تعرفين جهود ياما بيؤمنوش أن المسيح لا. وقال لي أنه يؤمنوا أن المسيح هو الملاك مخايل. آه. والشاب اللي معي ده تلت مرات يقوله طيب قل لي أو اللي حقول لك. وما قالوش فين المرجع أنه هو الملاك مخايل. أنا خدت برا خدتوك برا موضوع. بس على حتة أنه قليها كثيرون وأرباب كثيرون. وممكن حد يأخذ أي ولقها. الإنجيل بيقولنا. هو بيقولهاش على أنه بيأكد ده. وبيقول إنه إيه. ممكن الناس يبع عندهم إليها كثيرون. لكن في الحقيقة فيه إيه إله إيه إله واحد. وقال كده. قال إنه. والقابة لازمينه جميع الأشياء ونحن الله. رب واحد يسوع المسيح لازمينه جميع الأشياء ونحن به. هو إله واحد. فإذا. التحط المبادئ. المحبة تبني العلم ينفخ. إنه. إنه. المعرفة الحقيقية. هي. إن أنا حب ربنا. المفيش حاجة اسمها أوسان. كل ده لسه بدخلش في موضوع بيحط شوية إيه. شوية أساسيات. طيب. وبعدين. بيقول لكن ليس العلم في الجميع. هيخش بقى على العلم والعصر. لكن ليس العلم في الجميع. بل أناس بالضمير نحو الوسان إلى الآن يأكلون كأنه مما زبح الأوسان. واحد لسه وسني. لسه جاي من الأوسان. يا دوبك داخل الإيه. الإيمان. فلسه إحساسه إنه إيه. أنا لو كلت من اللحمة دي. هحس إن أنا قدمت عبادة الوسان زي ما كنت بعمل قبل إيماني. فلسه ضميره ضعيف. لسه ضميره إيه. فلسه ضميره إيه. فلسه ضميره إيه. فلما لو حصل إلى الآن يأكلون كأنهم مما زبح الأوسان. فضميرهم إذا هو ضعيف يتنجس. فيحس إنه. لا لو أنا كلت من اللحمة دي. ضميري حيتنجس. هحس إن أنا. لأ أنا أنا. أنا رجعت لإيه. لعباتي القديمة وخنت المسيح. مع إنه. ما فيش وصل في العالم. وفيش حاجة اسمها كده. بالصور الشخصة لسه إيه؟ حديث الإيمان. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله. لأننا إن أكلنا لن نزيد. وإن لم كنا نقص. مع إن الحقيقة. العلم يقول إيه؟ المعرفة يقول إيه؟ لا الأكل لا يقدم. ولا هيقدمنا إلى آخر. الأكل من وجدعه بالموضوع. أنت بتاكل لحمة وخلاص. وإن لم نأكل لنا نقص. ولكن انظروا. لألا يصير سلطانكم هذا ما عصرها للضعفة. ده بقى الكلام المهم. بتخلي بالك. أنت منحقك تأكل وده أكل دي لحمة. مش مهم تسأل بقى مدبوحة فين وإزاي والمين وكل. لكن. أنت منحقك. دي حريتي. لكن في نفس الوقت أنا مسؤول عن الآخرين. أنا ممكن ألبس اللي أنا ألبسه وأتصرف اللي أتصرفه وأعمل اللي أنا أعيزه. تبقوا لحواليها. أنا مسؤول عنه. أنا مسؤول عنه. مسؤول عنه. عشان كده اوعي يكون سلطانك ده معثر على ليه؟ للضعفة. لو نحن كل واحد لوحده ولم نحن نضعه بحد. يبقى أنا أعمل اللي أنا أعيزه. وده يقول المجتمع. يعني المجتمع هنا بيفكر كده. لكن. أنا مش بقول لنا أنا أحب أعبد للناس. لكن في نفس الوقت أنا لازم أبقى مستعد أن نتنازل على حاجة عشان خاطر إيه. ما أسرش اللي أحوالي. وبعدين يكمل يقول إيه. لأنه إن رأك أحد يمن له علم متكأ في هيكل واثن. أفل يتقوى ضمنيره إذا هو ضعيف حتى يأكل ما زبح الأوزان. يعني واحد لقى خادم مثلا. قاعد في مكان مش بلائق. مش يارث يكون بيعمل حاجة وحشة. كان يقول إيه. إيه ده. إزاي يحصل كده. يبقى أنا بقى لما لما فلندا بيعمل كده يبقى أنا أعمل لا أبقى إيه. أعمل أي حاجة. فيبقى أنا إيه. كنت سبب في عصرة إيه. في عصرة هذا الشخص. كنت سبب في عصرة هذا الشخص. فيهلك بسبب علمك. ذاك الأخ الذي مات المسيح لأجله. دي آية بقى جميلة قوي. فمعرفتي ديت وسلطاني ده يخليني أتصرف بطريقة. تقع سر حد فالشخص يبعد ويضيع وأبقى أنا المسؤول عنه. والشخص ده قيمته إيه. إيه قيمت النفس. إيه قيمت النفس. مات المسيح لأجله. مش كده. فيهلك بسبب علمك مين. الشخص اللي مات المسيح لأجله. ليه بخاف عصر حد. لأنه الشخص ده غالي قوي. ده يساوي دم المسيح. المسيح مات من أجل هذا الشخص. على فكرة ده الموضوع ده كمان يهم قوي الخدام. مش كده. الموضوع ده قوي. يعني الثلاث إصحاحات دول. عشان كده وتركوا الإصحاح التاني بورسا بيتكلم عن نفسه. ده درس كبير قوي في الخدمة. عشان كده. هناك شيء اسمها. أنا مليش دعو بحد. مليش دعو من أعمل اللي أنا عايزه. أنا عندي علي مسؤولية تجاه الآخرين. أنا تاني. مش بقول إن أنا. هاعد راعي الناس لأنهم إنساننا وقعد يراعي كل حق. مش يعرف طبعا يتسرر لك. كل حاجة بالحكمة. لكن. مش ممكن نستبعد فكرة إن أنا. هذا مسؤول ألا أعثر الآخرين. دي مسؤولية كلنا نحملها كجسد للمسيح وكجماعة مؤمنين. فيهلك بسبب علمك ده كالأخر الذي مات المسيح لأجله. وهكذا استخطئون إلى الإخوة. تجرحوا وتجرحون ضميرهم الضعيف. تخطئون إلى المسيح. أنت لما تعمل كده أنت بتغلط في حق المسيح نفسه ليه؟ لأن الشخص اللي أنت أعثرته وخليته يغلط. ده غالي عند المسيح قوي. ده المسيح مات عشانه. عشان كده أنت مسؤول عنه. تاني ده درس كبير قوي للخدام. ده درس كبير قوي للخدام. إن الخادم مسؤول إنه ما يعصرش الآخرين. حتى لو كان بيفرد في حرية من حقه ولو سلطان. ولكن بيتنازل عنده. بيتنازل عنده. نحن أريد أن أقف وقفها. لأن فكرة العصرة بيساء استخدامها. فكرة العصرة بيساء استخدامها. كل الناس يقول لك إيه؟ إيه ده؟ فلان أعصرني. ودي أعصرتني. كلمة العصرة تقالت كل السياقات التي تقالت فيها كلمة العصرة. ما تقالتش على إن حد يعصرني. إنما أنا إيه؟ أنا اللي أعصر. ويل لمن تأتي من خبر العصراء خير لها لو طوق عنق وفي حاجة راحة وطرح في البحر فالحكاية احنا دلوقتي كلنا ايه يعني دلوقتي بقيت ايه بلمسة ده عصر ايه عصر 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 لا 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 انا ممكن اعصر حد لكن لكن ما بقولش انا اعثر ما بقولش انا اعثر يعني كلمة العصر ما بنستخدمهاش علشان اقول احد اعصرني الانجيل بيقولها على انه انا اخلي بالي اني مكنش سبب عصر لايه لحد وقد ينبالكم الفكرة يقول لي طب لو في عصر ايه بلدا في حد يعصر ده مفروض الضعيف المفروض ان احنا نكون ايه نقول ما فيش حاجة ايه تعصرنا احنا عنينا على مين عنينا على المسيح عنينا على المسيح احنا كل منخاف عليه انه ايه ان احنا نعصر حد نكون سبب عصر لايه لحد باي شكل من اشكال بس في الاخر استخطئون للاخوة استجرحون ضمارهم الضعيف تخطئون المسيح اللي يعصر حد بيخطئ في حق المسيح نفسه لذلك ان كان طعام يعصر اخي فلن اكل لحمي للأبد لقل اوعصر اخي ده جزء من الاستنتاجات الاخيرة اللي اجاب على السؤال اكل اللحم يعصر اخي بلاش 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 من مش واكله ايه يعني لاشان انا خادم مفرودي يعني الناس تبصيلي بصة لا 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 عشان انا بحبه وخاف على ايه اخاف على خلاص طيب الاصحاح التاسع ده همشي فيه بسرعة لانه الاصحاح التاسع ده كله يعتبر جزء اعتراضي اعتراض يعني لو شلته من الكلام هيكمل عادي هو بيقول ايه انا هطلع بره شوية وقولكو على حاجة تخصني انا انا نفسي كان من حقي حاجات اتنزلت عنها عشان خطر اخدمكم فبيقول ايه الستو انا رسولا الستو انا حرا اما رأيت يسوع المسيح ربانا ألستم انتم عملي في الرب ان كنتوا لستوا رسولا الاخرين فانما انا اليكم رسول لانكم انتم ختم رسالتي في الرب هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني العل لنا ليس لنا سلطان ان نأكل ونشرب العل لنا ليس لنا سلطان ان نقول باخت زوجة كباخر رسل واخوة الرب وصفة كان ممكن نكون متجوز ومش غلط في رسل بطرس كان متجوز وصفة اما انا وبرنابة وحدنا ليس لنا سلطان ان لا نشتغل لانا بيسأل سؤال استنكاري من تجنت فقط بنفقة نفسه ومن يغرس كرما ومن ثوره لا يأكل او من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل لعلي اتكلم بهذا كانسان ام ليس النموس ايضا يقول هذا لو في اي حد في حاجة مش واضحة رجوك وقفوني اعتقد الكلام واضح بيقول مش من حقي كذا ومن حقي كذا ومن حقي كذا هو انا بتكلم كانسان ده حتى النموس بيقول كده يعني الكلام ده مش بس انا جايبه من دماغي ده النموس بيقول كده طب فين النموس قال كده ام ليس النموس ايضا يقول هذا فانه مكتوب في نموس موسى لا تكم ثورا دارسا يعني ايه لا تكم ثورا دارسا التور اللي بيدرس في الحق ما تكمموش لا تكم دي يعني ما تحطولوش كمامة سيبوا ياكل طب ايه دي علاقتها بالوضوع لعل الله تهمه الثيران ام يقول مطلقا من اجلنا انه من اجلنا مكتوب لانه ينبغي الحراث ان يحرث على رجاء والدارس على الرجاء ان يكون شريكا في رجاءه يعني ايه بيقول ليه ليه الشريع ليه النموس حط وصية زي يدي ان الطور اللي بيدرس في الحق ما تكمموش عن تسيبه يأكل زي ما عايز ده بيشتغل في الحق بيقول هو ربنا كاتب دي علشان هو ربنا كانت تهمه السيران ولا بيتكلم عشان بيتكلم عشان ليه لانه اللي بيتعب من حق وياخد من اللي بيتعب فيه مين بيشتغل في كرم ومش منتظر منه ايه انه يأكل من وراه ويستفيد منه ان كان نحن قد زرعنا لكم روحيات افعظيم ان حصدنا منكم جسديات هتفهم لقى دي تصرفوا علي وعلى خدمتي من حقي ان كنت هخدمكم وحديكم الروحيات يعني هعرفكم طريق ربنا من حقي ان انتو تصرفوا علي من حقي انكم تصرفوا علي على على احتياجاتي وعلى خدمتي ان كان اخرون شركاء في السلطان عليكم افلسنا نحن بالأولى اذا كان فيه ناس وبالذات كان فيه كرونسوس فيها معلمين طلعوا يقولوا ايه مين بولوس دا سيبوكم انه وحنشوفها في كرونسوس التانية اكتر انه الناس بدأت تهاجم رسولية بولوس وهو عشان كده دافع عن رسوليته بيقولوا اذا كان فيه ناس لهم سلطان عليكم بالأولى احنا دهنا اللي ايه دهنا اللي بشرتكم بالايه بالإيمان لكن انا اللي عايز يوصله بقى افلسنا نحن بالأولى لكننا لم نستعمل هذا السلطان هو بيكلم بقى عن ايه انا بقولك اتنازل عن اكل اللحمة لو عرفت انها مبوحة الوسن عشان ما تعصيرش اخوك مع انه من سلطانك انك تأكل لكن اتنازل عن السلطان ده انا كمان كان ليه سلطان انكم تصرفوا علي وعلى ايه وعلى خدمتي انا بتنازل عن السلطان ده لكننا لم نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لقل نجعل عقيقا ننجيل المسيح يعني نجعل عقيقا ننجيل المسيح مش حايز حد يطلع يقول ايه اه ده بولوس جاي يسترزق على حسن ده بولوس جاي يلم فلوس ده احنا اللي مأكلين ومشرابين قال لا من حقي بس انا متنازل عن ده مش حايز حاجة من دي لقل طبعا ما كانش بيعمل كده مع كل الكنائس كرونسوس غالبا كان فيها مشاكل يعني مش كده يعني بيقول انا سلبت كنائس اخرى كتفليبي بالذات يصرفوا عليه عشان ما ياخدش حاجة من بتاع كرونسوس ف لقل نجعل عقيقا لانجيل المسيح قال هلستم تعلمون ان الذين يعملون في الاشياء المقدسة من الهيكل هكذا ايضا امر الرب ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون نفس الفكرة اما انا فلم استعمل شيئا من هذا ولا كتبت هذا لكي يصير فيها هكذا تفتكروا انا بكتب لكم الكلام عشان يقول احد يطلع يكتب شيك لا 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 انا مش عايز حاجة من دي اما انا فلم استعمل شيئا من هذا ولا كتبت هذا لكي يصير فيها لانه خير لي ان اموت من يعطل احد فخري ان اموت من الجوع ولا انيش ايه اني اطلب شيء تظنوا بيه او يضيع الرسالة اللي انا بقولها لكم تظنوا ان انا مش جاي هدفي خلاصكم ان انا هدفي فلوسكم هدفي اللي في جيوبكم اما انا فلم استعمل شيئا من هذا ولا كتبت هذا لكي يصير فيها خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري انه ان كنت اوبشر فليس ليه فخر اذا ضرورة موضوع علي فويل لي ان كنت اوبشر دي حتة برضو مبدأ جميل في الخدم ان انا الخدم مش بيخدم فضلا ده بيخدم ايه سد دين ضرورة بيخدم طوعا بس بيخدم لانه حاسس انه عليه ضرورة انه ده لزاما عليه يخدم ده التزام عليه عشان كده اذا ضرورة موضوع علي فويل لي ان كنت افعل هذا طوعا فلي اجر ولكن ان كان كره فقد السوق منت على وكالية حتى لو انا خدمت وانا مكروه او مغاصب على نفسي كويس لان انا عندي وكالة انا مسؤول علي مسؤولية يعني دايما اقول كل ام بتصحى الصبح ساعة خمسة تعمل لأولادها لأكل بتبقى فرحانة مبسوطة وانحنا كتير اقول اقول بصلي وحانا واجب ومش مبسوط قوي بس بتصلي عشان بتحب ربنا محلو هو يعني الام وهي بتقول بتحص الصبح تعمل لأولادها لأكل بتبقى طيرة الله جميل او بتعمل لأولادي أكل ولا بتقول العيش هتعبت زيت مش قادرة صح ولا غلط لكن في نفس الوقت هل وهي بتعمل ده هي تعبانة حب ولا مش حب منتهى الحب منتهى الحب احنا بنقف صدر ربنا حتى لو مكانش لنا نفس نصلي بنقف ونصلي ليه بنحب في الاخر بنحب وحنا عمليين ده ليه عمليين ده فهو بيقول على وزنه فلازم أتاجر بيه فما هو أجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بالنفقة حتى لما أستعمل سلطاني في الإنجيل يعني إيه أجري لو أنا تنزلت عن حقي أنا هدفي إن أنا إيه أجري بقى من فوق مش من من الناس فإني إذ كنت حرة من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكسرين دي بقى المشهور قوي اللي هو بولس يقول أنا مستعد أكسب كل حد روحت اليهود عملت نفسي يهودي روحت يعني كانوا مرة جاء أبونا يوحن باقي في خلوة خدام من سنين طويل كان يتكلم عن الافتقاط فقال إيه تروح افتقاط فرحت يقول لك ده أنا من المنصور تقول آه ده أنا خلتي من 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 رسول مش عارف لان يقول لك أنا بحب فريق هور ده أنا بشجع أنت عايز تحل الناس إيه إنه في حاجات مشتركة بيننا نفيش حاجة غريبة نحن مش غرب عن بعض بولس الرسول راح في أعمال سبعت عشر لقى أوسان لدرجة دم غلي احتدت روح فيه سعبت عليه أن الناس بعيد عن ربنا ونلاقى مسبح لإله المجهول تبا كلمهم من نازل لو على فكرة الإله المجهول بتاعكم ده ده اللي أنا جاي بشركم بي ده بقى الإله المجهول ده هو كل البقين دول أي كلام هو ده الإله المجهول هو ده اللي هعرف بيه هو ده الإله الحقيقي ده اللي بيه ناحية ونتحرك ونوج عايز أقول فكرة إنه إنه أنا عايز أستعبد نفسي للكل عشان أكسب الكل أنا يهودي آه أنا أصلي يهودي أنا بلا نموس أنا بلا نموس لكن ماشي سبنا من نموس بتاعك عشان كده بول اسمية مش حافظ وعظة بيقولها لكل الناس يعني مثلا نتكلم اليهود قال لهم المسيح اللي أنا بمشتركم به ده اللي حقق النبوات ده اللي تكلم عنه فلان وفلان وفلان لما كلم اليونانيين قال لهم إيه قال لهم ده اللي خلق السماء والأرض اللي زي بيه نحيا لتحرك ونوجد كل وعظة إيه تناسب لإيه تناسب اللي قدام وهنا بيقول كده بيقول أنا نفسي استعبدت نفسي للجميع إسكنت حرا من الجميع فإني إسكنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح لأكثرين صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود للذين تحت النموس كأني تحت النموس لأربح الذين تحت النموس وللذين بلا نموس كأني بلا نموس مع أني لست بلا نموس للله بل تحت نموس المسيح لأربح الذين بلا نموس صرت للضعفاء أنا مش مهم هويته إيه أنا هستغل كل شيء علشان إيه أكسب حد للمسيح دي علاقته بالموضوع أكل مزوبي حلوثان أنا مستعدة نازل عن حقي في أن يأكل علشان إيه ما أسرش حد لأخلص على كل حلقه وهذا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه هدفي أنه لبقى شريك في الإنجيل لستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جماعهم يركضون ولكن واحد يأخذ الجعالة الجعالة يعني إيه الجايزة في ناس كتير بيجروا ولكن واحد اللي بيأخذ إيه الجايزة هكذا أركضوا لكي يتنالوا كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء مبدأ جميل برضو أن اللي بيجاهد مع ربنا لازم يضبط نفسه يمستعد أنه إيه يتنازل عن إيه يتنازل عن شيء مش كده يجاهدني أضبط نفسه وأما أولئك الفريقية أخذوا كليلا يفنى أولئك دي عيد على مين الذين يركضون بالزبط كده مين اللي بيجروا بيجروا عشان يددوا لهم إيه جايزة بتافنى ليس كده أنا عندي 24 سنة وبقدر أجري لما عندي 30 غالبا لأ 35 انتهى يعني ليس كده ليس كده لا مش مهمة 3 شارك كدر من كده من إيش دعوة أنا بتكلم وقفت عند الخمسة أهدا بنقف عند الخمسة وعشرين تعرف فالصف ده دول بيكبروا دول يكبروا دول يخلصوا عليهم فبقول أنه بقول أنه استخدم التشبيه الرياضي بقول استخدمه في أكتر من مكان يعني فقال أنه دول بيجروا لأجل إكليل يفنى أما نحن إيه أما ولا يكفى لأكيه أخذوا إكليلا يفنى أما نحن في إكليلا لا يفنى إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين هكذا أضارب كأني لا أضارب الهواء عارفين أنا أضارب لستو يعني أنا بجاهد وبصارع بس مش في الهوى التعب اللي بتعبه ده مش رايح في ليه مش رايح في الهوى بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ده ما كرست الآخرين لا قصير أنا نفسي مرفوضا فأنا بدي نفسي مثال يرجع تاني يكمل على عبادة الأوسان هيكلم بقى عبادة الأوسان وحشة حيعد شوية يشرح فكاية إيه إنه فساد عبادة الأوسان إيه وحد يفهم مني هو بيقول إيه وحد يفهم مني إن أنا بقول إيه عبادة الأوسان أوكي لا ما بقولش كده أنا عبادة الأوسان وحشة ونحن عندنا مثال من العهد القديم أنه أبقنا لما عبدوا الأوسان ضربتهم الحياة وربنا زعل إنما كل اللي بقوله أنه لو كلت مما زبح الأوسان وأعصرت أخوك تبقى مودان فما فيش مانع أنك تتنازل عن حاجة صح عشان خطر إيه هنرجع تاني لنفس الإيه لنفس الفكرة فأني لست أريد أيها الأخوة أنت جاهلوا أن أبقنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اكتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاماً وحيداً روحياً وجميعهم شربوا شراباً وحيداً روحياً لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم والصخرة كانت المسيح طبعاً بولوس كلما ييجي يقول فكرة جديدة يقول في وسط الكلام بقى كلام إيه؟ في منتهى الأهمية يفهمنا أن المعمودية لما شعب بني إسرائيل عبده في البحر الأحمر دول يتعمده يتعمده يعني عبره من العبودية للحرية وأنه المية اللي موتت المصريين وبتاع فرعون وجنود فرعون هي نفسها اللي ربنا فتحها عشان نعدي إيه منها فجاب الصورة دي قال دي صورة المعمودية عشان كده هم نشوف المعمودية زي إيه؟ أو بنشوف خروج بني إسرائيل زي المعمودية مش كده؟ أنه احنا بنموت مع المسيح وبنقوم مع اللي يدفن ده الإنسان العتيخ بتاع الشيطان ويقوم إنسانه ويقوم إنسان جديد مش بس كده قال إن الصخرة اللي طلعت المية دي المسيح وهنا حتى فكرة إنه فيه حاجة اسمها رمزية مش كده؟ إزاي قرأ العهد الأديم بشكل رمزي إحنا كلنا طلعنا نسمع قصة الخروج وإحنا مصريين ومعناش مشكلة مش كده؟ أنا لما اتعملت مع ناس مسيحيين غربيين هنا في أمريكا فيه ناس يقول لي أنت بتقرأ الخروج إزاي؟ إزاي تبقى مصري؟ إزاي تبقى مصري؟ وتقول فرعون ده الشيطان إحنا ما نعناش مشكلة خالص في حاجة دي بنفتخر إحنا فرعنا فرعنا عندهم حضارة جميلة وفي نفس نقول فرعون رمزي للشيطان ما نعناش مشكلة في ده دي حكاية وده حكاية ده تاريخنا في حضارة وفيه لكن لكن في نفس وقت بنقرأ القصة بالقراءة روحية رمزي فمعنداش مشكلة لك إن حد برأ يقول لك إزاي تبقى مصري وفي نفس الوقت تقرأ يعني المفروض دي أما تبقى خجلان إنك أنا لا أنا مش مصري يعني مش تبع فرعنا لا لا إحنا متخر بحضارة الفرعونية لكن في نفس الوقت بنقول إيه دي قصة الفرعون هنا يرمز للشيطان عشان كده والصخرة اللي ضربها إيه إبموسى وطلعت ميا دي إيه دي المسيح نفسه اللي طلع من جمه إيه على صليب دم ومي والصخرة كانت المسيح ولكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفل وهذه الأمور حدثت مثلا لنا حتى لنكون نحن مشتين شعورا كما اشتهأ أولئك طبعا دي برضو حتة جميلة نحن بنقرأ العادل دي منه كلام دلينا بنتعلم إيه بنتعلم منه فلا تكون عبدة أوسان عشان كده بيقول لعبادة الأوسان دي حاجة وحشة وانتاجها وحشة خالص فلا تكون عبدة أوسان كما كان أناسهم منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب وقاموا لللعب فاهمين اللعب دي اللعب يقولوا ده الزنا جلس الشعب للأكل وقاموا لللعب دي اللعب هنا مصود بكلمة يعني فيها حياء للإشارة للزنا فالشعب أكله وشربه وسكره وقعه في الخطيئة مع بنات مؤيب زي ما شفنا في العهد القديم ولا نزني كما زنى أناس وقضحه ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفا دي قصة إيه ها بيشير هور على إيه هنا يأ 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 الحياة النحسية الحياة المحرقة لما كنت بتلدقوا من الحياة وقال ربنا لما صرخوا ربنا قالوا تعمل حية اللي يبص عليها يتشفي من لدغات من لدغات الحياة حد بتاع علم نفس بيتكلم في التعليق على الحتة دي بيقول إيه في علم النفس إنك أنت تواجه الشيء اللي بتخاف منه يعني لما يعالجوا لو حد عنده بيخاف من حاجة معينة تعالجوا إزاي سعدوا بالتدريج أن يواجه الشيء اللي بيخاف منه فكرة برضو إيه فكرة مهمة الإنسان ما يواجه الأشياء اللي بينزعج منها مهم يعني فسقط منه في يوم واحد ثلاثة وعشرون ألف ولأنه جرب المسيح كما جرب أيضا وناس منهم فأهلكتهم الحياة ولا تتزمروا كما تزمر أيضا وناس منهم فأهلكهم المهلك فهذه الأمور جماعة أصابتهم مثالا وكتبت لإنذرنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور ببص على تعاملات ربنا بقول ده إيه ده عشاني قال نفس الفكرة بولوس في روميا خمستاشر قال كل ما سبع فكتب كتب لأجل تعلمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا إيه رجاء يكون لنا إيه رجاء فالكلام ده كله عشان إذن من يظن أنه قائم فانينظر ألا يسقط لم تصبكم تجربة إلا بشرية أي تجربة تصبكم دي بشرية بسبب أخطأكم منتم ولكن الله أمين اللازم يدعكم تجربون فهو ما تستطعون أما ربنا شايف إمكانياتكم وبيسمح لكم بالتجربة على قد إيه على قد إمكانياتكم لا يضعكم تجربون فهو ما تستطعون بل لسا يجعل مع التجربة أيضا المنفذ ربنا بيدي دايما المنفذ مع تجربة عشان كده لما التجربة أقول له رب دي تقيل علي قوي هو عارف مقاسي هو عارف مقاسي هو عارف المقاس بتاعنا بتاع كل واحد فينا وعارف إمتى ها يدي المنفذ إحنا شغلات نسلم لي أو نستسلم لي نستسلم مش معناها أنه إيه هو بيقهرنا لكن لكن بنقول يا رب زي ما أدخل كده إيه قط العمليات مش كده زي ما واحد يقرر أنه إيه قط العمليات بيعملوا فيها إيه بيقطعوا البنادمين هي حقيقة هو الجراح ده بيعمل إيه ده بيقطع ويكسر مش كده ده وينشر مش بيعملوا لكن كلنا بنعمل دوت وبنخش لكن مسلمين لأنه حيوجعنا قوي لكن هنطلع بعديها إيه مش فيه فبل سيجعل مع تجربة المنفذ تستطيع أن تحتمل ولذلك أحباي اهربوا من عبادة الأوسان كل ده عشان يقول اقعدوا تفهموا إن أنا إيه بقول العبادة الأوسان أوكي وبعدين يقول أنه لا زباح الأوسان دي عبادة للشطاء أقول كمال الحكماء أحكموا أنتم فيما أقول كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح الخبز التي تنكسره أليست هي شركة جسد المسيح فإننا نحن الكسرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في خبز الواحد هنا حتى فكرة جميلة أنه مش نحنا بناكل إحنا شو صبح حضرنا الأوسان أه كلنا جسد بدام كلنا جسد واحد بإيه نحنا إيه واحد هي دي فكرة عشان كده أكل مذبح الأوسان ما هو الوسان هينا عملوا عملوا إليها بتاعهم وقال لك إيه يلا نتبح ذبيحة ونأكل منها يبقى إحنا قدمنا عبادة للإيه للوسان فقال طبعاً اللي بيعبوده الشيطان دول اللي بيعبوده الأوسان دول بيعبوده الشيطان زي ما إحنا لما بنشترك في جسد المسيح بنبقى إحنا والمسيح إيه واحد فيه بنزبط فيه ويزبط فيه لكن عتاكل تكون إيه وتكون عصر انتفقدين بالكو الفكرة هو راح من في حاجات كتير بس هو ماشي إزاي السياق يعني احنا أعتقد نحن حفظين الأجزاء بس إيه علاقتها ببعض مش دايما بتكون إيه بتكون واضحة فإننا نحن الكسرين خبز خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد انظروا إسرائيل حسب الجسد ألا إيسا الذين يأكلون الزبائح هم شركاء المسبح هم شركاء المسبح فماذا أقول إن الوصن شيء وإن ما زبح للوصن شيء بل إنما يزبحوا الأهمان فإنما يزبحونه للشيطان الوصن مش حاجة ولو الزبيحة المقدمة لها حاجة لذلك دول طبع بعض دول طبع بعض لا بيزبحونه للشيطين لا 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 فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشيطين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين لا تقدرون أن تشتركوا في مئدة الرب وفي مئدة الشياطين أم نغير الرب يعني نغير الرب لا مش نغير نغير يعني نغيزه نصير غيرته أم نغير الرب يعني عشان كده كان عبادة الأوسان كان يتشاف العدل دي منها زنة زنة روحي مش كده لو أنا رحت التحدي بالشيطان وعبادت الشيطان بقى أنا بغيز ربنا بأثير غيرته وإلهنا نرأة كلا قال علنا أقوى منه يعني عشان نغيره لما بغير من الله قال علنا أقوى من الله أمن غير الله قال علنا أقوى منه وإحنا أكثر منه أقوى منه عشان نستسير غيرته إحنا قده إحنا مش قد ربنا ماشي الجزء الأخير بقى ده الاستنتاج الجزء اللي جاي ده بقى ده بقى الاستنتاج طب الخلاصة يا بولوس ادينا السؤال بولوس بيطول قوي في أجابة السؤال معلش مش أنا بديش دعوة هو المسؤون أنا بقول كلامه خلاصة بقى أبولوس هاتم الآخر ألحق لكم الآخر كل أشياء تحل لي لكن ليست كل أشياء توقفة كل حاجة ما فيش حاجة حرام بس مش كل حاجة تناسب ودي عايزة منك لإفراز كل أشياء تحل لي لكن ليست كل أشياء تبني ممكن حاجة ما تبقاش غلط لكن ما تبنيش بلاش منها ممكن تبقى حاجة صح ما تبقاش للبنيان بلاشها كل أشياء تحل لكن ليست كل أشياء توقفة كل أشياء تحل لكن ليست كل أشياء تبني لا يطلب أحد ما هو لنفسه هقول لكم بقى الإجابات اوعى تطلب ما هو لنفسك أنا عايز ألبس كده أنا حر محدش له عندي حاجة أنا عايز أكل كده أنا حر محدش له عندي حاجة أنا عايز أتصرف كده أنا حر محدش له عندي حاجة لا لا ما انتش حر ما تطلبش ما هو إيه ده نفسك لو اللي انت هتعمله ده هيبقى سبب في تعب لأخوك لا تتنازل عنه لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فحصي عن شيء من أجل الضمير يعني لما تروح ما تعدش بقى تسأل ده مدبوح ازاي ده معمول ازاي الملحمة هنا مقصود بايه سوق اللحم يعني الجزارة لما تروح ما تعدش تسأل كل وضميرك مرتاح لا يعني هو بيقول فأنت كل وضميرك مرتاح ما تفكرش ما تسألش لأن للرب الأرض ملوها كل حاجة بتاعت ربنا لحمة فكل ما تفكرش وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا فكل ما يقدم لكم كله منه غير فحصي من أجل الضمير رحت لجارك الوسني قدم لك لحمة كل ما تسألش وضميرك مرتاح كويس ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح الوسن ما تأكلوش إذا بقى حد قال لك يعني أنت رحت وأقدم لك لحمة كل ما تسألوش لكن لو قال لك على فكرة أنا بس عايز أقول لك الحاجة دي ما تبوح الوسن لو قال لك كده ما تأكلش ليه فلا تأكلوا من أجل إذا كان لذي أعلامكم والضمير ما هل قال لك قال لك ليه بيقول لك خلي بالك ده مذبوح الوسن معناها أنك لو كانت منه كأنك إيه بتعبد الوسن كوي فساعتها ما تأكلش فهمتوا الفكرة بيقول لأن للرب الأرض وملوها أقول الضمير هنا الضمير بقى ضمير مين لا مش ضميري أنا ضمير اللي إيه لأن ضمير اللي جنبي هو اللي حيحصل له إيه إيه ده أنا بقول لك مذبوح الوسن بتأكل منه يبقى أنت إيه يبقى أنت بتعمل حاجة غلط كأنك بتعبد الوسن مع أن أنت بتقول لأ ده حقي ده لحمه أنا مش فرع معاي لكن هو هيتعب يبقى ساعتها ما تأكلش فهمتوا الفكرة خدتوا بالكم من الكلام ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح الوسن فلا تأكلوا من أجل ذك الذي أعلمكم اللي قال خلي بالك هتأكل منه أحنا من تأكلوش الوسن يعني لو جاري يقدم لي طب دم أنا بطلع له كحك ممكن يقول لي كحك لا أنا بطلعه له فلا لكن أنا أتكلم على وضعك هو على فكرة أنا مش هدفنا للقضية دي القضية دي ما بنتعرض لهاش بس القضية اللي بنتعرض لها إيه إن ممكن فيه موقف أنا بتصرف فيه بطريقة وممكن تكون عصرة للآخرين عصرة للولادي فأحياناً لازم أفكر اللي حوالي أنا تاني مش مقصدش إنه إن الإنسان هيعمل حساب الناس ويبقى عبد للناس لكن في نفس الوقت لازم أحسني مسؤول عن الآخرين وخلاصهم ما فيش حاجة اسمها إيه أنا مع ربنا كويس ومليش دعوا بأي حد لا فيش حاجة اسمها كده في فكرة إن الكنيسة دي جماعة جماعة مؤمنين أعضاء بعضنا البعض مسؤولين عن بعض فكرة خطيرة إنه تضيع بوعد بتاع إن إيه إن إحنا مسؤولين عن بعض دي فكرة وحشة قوي بس تاني غربية جدا جدا يعني يعني مش بقول غرب وحش ولا الغربيين الناس بيقولوا كلام ده يعني فيه غربيين بيقولوا بيشوروا على الثقافة إنه إيه الفردية اللي بقينا فيه هدية إن الواحد عشان كده ما بقى الوضع الموجود حاليا في الغرب وضع غريب ما كانش كده مثلا من خمسين سنة كانت العائلات حتى الناس عائلات قريبة لبعض وولاد الكل وولاد العم وبقت أسر قليلة قوي بقت فيها موجود لكن دلوقتي بقت فيه فكرة إنه كل واحد لوحده على فكرة مصر تضير عشان بس النهاردة لما بقت فيه عمرات قد كده زمان الناس كانوا يعرفوا بعض ويدوا البعض مش عال لحمة وفي العيد وكحكوا يتزوروا ويسألوا وكانش فيه لكن النهاردة اللي عمرات بقت كبيرة قوي الأسنصير يعني دي بقى كويس قوي لوحد حياك قالك صباح الخير كويس قوي يعني يعني ده منتهى العلاقة والقرب والحبيمي إنه يقولك صباح الخير في الأسنصير فعايز أقول إنه الفكرة هنا إن أنا مسؤول عن الآخرين ده لأنا عايز أوصله فمن أجل ذلك الذي يعلمك أن الضمير لأن الرب أقول الضمير ليس ضميرك أنت بل ضمير الآخر لأنه لماذا يحكم في حريتي من آخر ده من ضمير آخر ده سؤال بقى لازم يتسأل تب حد يقول طب وانا مالي أنا هتحكمه تصرفاتي هتتحكم فيها ضمير الآخرين قال آه قال آه فإن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفترع علي لأجل ما أشكر عليه ده نفس السؤال تاني فإن الإجابة إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفهمون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله بصوا يا بصوا يا جماعة الثلاث آيات اللي جايين دول كده يعني عايز الرد بقى الآخر إذا كنتم تأكلونا أو تشربونا تفهمون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله لو أنا اكلت ودي حريتي ومش غلط وأخوي هيعصر أنا بأعمل لمجد الله لا يبقى مش بأعمل لمجد الله يبقى عايز تعمل حاجة أعملها لمجد الله ده مبدأ بقى مروج دعوة بقى أكلة مزوبة حلقاوسان ده مبدأ ينفع في ينفع عايز بي تصرفاتي بتاعت كل يوم مش هنتفقد إننا لو أن الكبير قيامة حياة عملية ده مستفيد من الكلام ده ازاي شوف اللي بتعمله كل يوم بتعمله المجد الله ولا لأ اعمل كل شيء يمجد ربنا هتلعب تمجد ربنا هتفسح مجد ربنا لاني ممكن هتفسح ما مجدتش ربنا ممكن أكل وما مجدتش ربنا ممكن كل وانت فرحان وشاكل ربنا تبقى تمجد ربنا يعني هتفسح واخرج وانبسط وادحك بس بشكل مجد ربنا الضحك اللي ما يمجدش ربنا بلاش منه تنفع بتاعت كل يوم دي ناس تيراو بتقعد أعداد تبقى الأعداد ما تمجدش ربنا خالص لا في الكلام ولا في التصرفات ولا في الشرب ولا في الأكل ولا في حاجة من دي صح ولا غلط يبقى الكلام ده بتاع ايه بتاع كل يوم الكلام ده مش بتاع أكل ما زبح القضية ما عادتش موجودة بشكل واضح ما شفناش مثلا جاري حتى اللي لو نتكلم على غير المسيحيين في مصر ما شفنهمش مثلا حط التمثال بيعبدوا تمثال فالقضية مش موجودة لكن لكن الدرس يفيدني اوي الدرس يفيدني اوي اتصرف ازاي ألبس ايه اكل ايه اشرب ايه الكلام ده ايه ايه اذا كنتم تأكلون ألبس لبس حلو بس مجد ربنا آكل بطريقة مجد ربنا الى اخره يبقى اول مبدأ اذا كنتم تأكلون او تشربون او تفعلون شيئا تفعلوا كل شيء لمجد الله اتنين كونوا بالعصرة لليهود والعنينين والكنيسة الله خليكم بالعصرة اوعدوا يسروا حد لا يوناني ولا يهودي ولا اي حد تلاتة كما انا ايضا اردي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكسرين لكي يخلصوا هذا في ايه خلاصوا انسى كل الفات افتكر التلات خواعد دول ودول تلات خواعد ينفعوا كل يوم لكل يوم واحد تأكلون تشربون تفعلون شيئا شراء له كل شيء لمجد الله اتنين كونوا بالعصرة لليهود والعنين لأي حد تلاتة انه ما تعملش اللي يوافق نفسك لكن الاخرين ليه لأجل خلاصوا مش بتعمل ده علشان ترضيهم علشان يقولوا فلا نحلوا علشان تبقى انت مستعبت ليهم لا 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 علشان يخلصوا اذا كنت هعمل حاجة تبقى ضد خلاصهم ما عملهاش ما عملهاش اهنا خلصنا كده اه اه ولو عايزين نشوف الاجابة تاني يعني نفس السلايد اللي كنا بتدينا بيها نفهم الايه الاجابة مشيت ازاي اه حوريكم ده الاكتيفتي اللي هنعملها تحت دلوقتي زي ما عملنا مبارح الشكل ده دي عبارة عن ايه اكل ولا ماكلش اكل اه ليه لانه اه انا عندي علم مافيش مشكلة ده مجرد لحبة طب ماكلش لو انا ايه عندي لي علم ولكن ايه ولكن ها اعصر اخي ماكلش هنقض نلزق ايات كل الكلام ايات وديميش مسابقة الكلام هننزل هنلاقي الورق والستيكر زي ما عملنا مبارح الهدف ان انا بيها بقى شفت ملخص للفكرة اللي بولوس الرسول ايه اتكلم فيها انا بنعملها في اسكندرية بعد ما نخلص الاجتماع كده الناس تروح وضو ويعملوا دوت فتبقى مفيدة اعتقد يعني الفيتباك اللي بييجي اعتقد انه كان ايجابي طيب هنصلي وننزل نعمل مجموعات العمل ونأخذ راحة وننجي تاني عشان خلص عليكم لاني اسم الاول ابن الروح القدس الاله الوحد امين الهنا الصالح يا من يا ربي لم تأتي يا ربي لتخدم بلتخدم ولتبذل نفسك فدي عن كسرين لانك اخليت ذاتك اخذت شكل العبد مع انك يا ربي انت صورة الله انت واحد مع القاب ولكن يا ربي من اجل محبة تكلينا تنازلت وديتنا يا ربي هذا الخلاص السمين هكذا نحن ايضا نفعل على مثالك نتنازل يا ربي عن حريتنا نتنازل عن ما يرضينا لاجل نحن يا ربي نساعد الاخرين في طريق خلاصه ادينا ما نكون ابدا ممن ينطبق عليهم نحن تأتي من قبل العصرات ادينا يا ربي جميعا نسند بعض في طريق خلاص بارك يا رب علينا وثبتنا فيك ادينا نحن نعمل كل شيء لمجدك نعمل كل شيء لأجل إرضائك ولأجل انتفرح قلبك ونبقى مستعدين نحن نخسر أي شيء لأجل يا ربي لأجل أن نعرفك لأجل الماء نرضيك زي مبولة سأل أنه خسرت كل أشياء ونحسب ها من أجل المسيح نفاعي بارك علينا بكل بارك بشفاعة ومن العدرة طهر مريم وآخرا وبركة كل مصاف الإدسين قبلنا إليك لدعو الشكر قال لنا أبانا الذي تسمعه قدس اسمك يأتي ملك وتك تكون مشي كما في السماء جزارك أعطينا اليوم وأغفر لنا زنوبنا كما أغفر نحن أيضا مزنبين إليه ولا تدخلنا في تجربة لكن الجيام الشرير بالمسيح سوى ربنا لأن لك الملك والقوى والمجد حب الله لها ابن عم وثال ابن رحية شركة مهي وتعطي ترح قدس تكون مع جميعكم أمدو بسلام سلام ربكم